اشتركوا في القناة وزير شؤون الدفاع وسعدة الفريق الركن ذياب صغر النعيمي رئيس هيئة الاركان وخلال الاجتماع جرى استعراض اوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلسي النواب والشورى واشهد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيس مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشرعية في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة للمواطنين والمقيمين وأكد معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين على أهمية التواصل مع السلطة التشرعية وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى مشيرا معالي إلى أهمية الحراكة الديمقراطية الذي يجري اليوم داخل أرويقة مجلسي النواب والشورى والذي يؤكد مضي مملكة البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى أيده الله وأثنى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشرعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم سبعة لسنة 2017 حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند با من المادة 105 والتي تنص على يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة دفاع البحرين والحرس الوطني والأمن العام ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون لفقرة أخرى تنص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام وقال معاني القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه منذ تأسيس قوة الدفاع البحرين في العام 1968 أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة بها من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة في عالم الصناعة العسكرية إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها وحققت بالتالي نموا في جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن في مختلف ظروف وشدد معاني القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه علينا أن نسعى بالإيمان الراسخ بالله تعالى ثم بالولاء للقيادة الرشيدة والوفاء للوطن وبالعلم والعمل لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكم به متغيرات وتحديات الزمن ولنشعر على الدوام أن مسؤوليات كبيرة وأعباء جسيمة علينا علينا حملها بكل أمانة وإخلاص وقال معاني القائد العام لقوة الدفاع البحرين إنه في يوم ذكرى تأسيس قوة الدفاع التاسعة والأربعين يحق لكل بحريني أن يفتخر بما حققته وتحققه قوة الدفاع من إنجازات ويعتز برجالها الذين يدافعون عن الوطن ويحمون أمنه ويذودون عن الأشقاء فهم كما نعهدهم دائما في الوفاء والاحتراف والمقدرة والنزاهة والتفاني في أداء الواجب السامي كما قال معاني القائد العام لقوة الدفاع البحرين لم تكن مهام قوة الدفاع البحرين منذ يومها الأول مقتصرة على حماية حدود المملكة والمساهمة في مسيرة التنمية فقط بل كانت وما زالت جزءا فاعلا في منظومة الدفاع الخليجية وأثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الشرعية الدولية وأوضح معاني القائد العام لقوة الدفاع البحرين أنه بفضل من الله تعالى ومن ثم الجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى أيده الله وبدعم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ومؤازرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أتبعت قوة دفاع البحرين بل اتبعت نهجا راسخا من ناحية التوازنات العسكرية الدفاعية والتدريبية ففي مجال تطوير منظوماتها القتالية وتنمية كوادرها البشرية تقوم على الاهتمام بتعدد برامج الإعداد والتدريب وتنويع مصادر التسليح والعمل على توظيف ذلك التوظيف الأمثل وهدفها الأول والأخير هو الرقي بالكوادر العسكرية واقتناء السلاح الفاعل والمناسب والوقوف على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية والزمانية لحفظ حمى الوطن وصون الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين وفي ختام الزيارة أعرب معالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز هناك لقاء جدا مثمر بين معالي المشير وبين أصحاب الساعد النواب وأضمج الشورى لرئيسهم طبعا على رأسهم معي الأخي علي صالح تقدم معالي المشير بإجاز عن أسباب هذا التعديل الدستوري وفي المغابل أيضا قام أصحاب الساعد النواب بطرح بعض المداخلات وأعتقد جميعها كانت مؤيدة لإجراء هذا التعديل الدستوري بما يتوافق مع الوضع الأمني الحالي سواء في دول خليج أو في مملكة البحرين الجميع أثنى على قوة الدفاع والجميع يعني بارك هذه الخطوة خطوة هذه التعديل لأنها حسب مقال معالي المشير بأنها تدعو إلى الحفاظ على أمن واستقرار البحرين كثير من دول العالم تعمل بهذا التنظيم التشريعي والدستوري وكثير من دول العالم أيضا سبقتنا في إجراء هذا التعديل فحماية العسكري وحماية لرجل الأمن أعتقد تم التقدم بطلب تعديل هذا المغترح فأعتقد بأن السلطة التشعية ممثلة بمجلس نواب ومجلس شورة لن تتوانى لحظة واحدة عن دعم هذا المغترح والمضي قدما بتبرير هذا المغترح حماية لمكتسبات الوطن وحماية لمواطني هذا الوطن التعديل الدستوري الوارد هو الآن أعطى فسحة من المجال إلى أن كمشرعين أن نعمل تطبيقات قانونية من تحت مظلة الدستور لنحمي فيها أفراد قوة الدفاع والحرص الوطني والأمن العام حيث بأنه لو صار اعتداء على أحد أفراد قوات الدفاع من شخص مدني يحاكم مدني لكنه في ظل هذا التعديل الدستوري ممكن للمشرع أن يحيره للقضاء العسكري بالضمانات القانونية الموجودة مع توفير جميع الضمانات والمواثيق الدولي التي تحميها لأنه أحيانا يضطر إلى أمور فنية لا يعرفها إلا العسكري لا يعرفها المدني إلا إذا اعتمد على خبير وهذا ممكن يصير تطويل في المحاكمات لا بد من تطوير منظومة القضاء ومنظومة مكافحة الأرهاب من خلال مؤسسات الدولة وخلال قوانين هذه الدولة فالبحرين انتهجت نهج في تطوير مادة من مواد الدستور التي تخول ينظم القانون اختصاصات القضاء العسكري بما يتعلق بمكافحة الأرهاب وأمن الوطن والمواطن بصفة عامة مردود هذا التعديل على المواطن سوف يعطي المواطن حصن أعلى وأكبر تابع لمنظومة العالمية لمكافحة الأرهاب اليوم بعد ما يتم تعديل هذا القانون سوف يتم تنظيم القانون وسوف يكون هناك تشريعات قانونية جديدة تصب في مصلحة الوطن بما يكفله أيضا المواثيق الدولية وحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر